أولا أنواع الأدوية اللي بتعالج ضغط الدم لحياة كتيرة لكن هما نقدر نقول أنه هما أربع مجميع كبيرة من ضمنها مثلا المدرات البول من ضمنها مثبتات البيتا من ضمنها الأدوية اللي بتوسع الشرعين من ضمنها الأدوية اللي بتوبط العمل الأنجوتنسن ودي أدوية مهمة جدا بتشتغل على الكلا فأقصد أقول أن الأدوية كتيرة ودور الطبيب مش المريض أنه يختار الدواء المناسب للمريض المناسب في مرضى مثلا بتبقى عندهم مشاكل في الكلا فما بتفرزش بول بطريقة طبيعية هنا مدرات البول تبقى مفيدة أو عنده ضعف في حضرة القلب مدرات البول تبقى مفيدة جدا في الأحوال زي كده في ناس ضربات القلب سريعة ومثبتات البيتا بتفيدهم لأنها بتهدي ضربات القلب وبتقلل مستوى ضغط الدم عندهم لكن ما ينفعش مثلا لما يبقى المريض ضغط النبض بتاعه مثلا الستين أو أقل إن أنا أدي له مثبتات البيتا صحيح وبالتالي كل مريض بيبقى له الخصوصية بتاعته حتى في المستقبل كمان إن شاء الله إن ده حتى تعتمد على الجينز بتاع المريض بنسميها البرسونالايز ميدسي إن كل مريض جينات الخاصة بالمريض جيناته تنفعله دواء واحد تاني ما ينفعلوش لكن نحن الغات النهاردة بنعتمد على الحالة الصهيرة وعوامل الخطر